حرص الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو جتيريش على التقاط صورة تذكارية جماعية للشباب المتطوع والمنظم لفعاليات قمة المناخ كما منحت سكرترية الأمم المتحدة الشباب المشارك في تنظيم قمة المناخ شهادات تقدير تكريما لهم على دورهم الفاعل في نجاح المؤتمر وتطوع قرابة ألف شاب شاركوا في تنظيم مؤتمر المناخ كاب 27 الذي استضافته مصر في مدينة السلام شرم الشيخ وقوامهم الأساسي من الشباب المصري من أعضاء البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة وشباب الجامعات والشباب المتطوع من مختلف الوزرات بالإضافة إلى عدد من الشباب المشاركين من مختلف الجنسيات في تنظيم المؤتمر المتحدة في تنظيم الفعاليات في المنطقة الزرقاء